بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيدة محمد وعلى اليو صاحب اجمعين ان شاء الله نهاردة هنتكلم عن الستادي ديزاين زي ما احنا عرفنا انه هما نوعين كبار وبذرفين انا بس بلاحظ وبكتب وي الاكسبرمندر انا بتدخل بحاجة بايداية وبعدين بشوف الاوتكم هنتكلم نهاردة عنها بتفصيل هنعرف ان هي نوعين الانتروفنشن 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 сталкив regardless زي ما عرفنا هيا انتروفنشن الاسطادي anni بعمل فيها ايه بعلم lian nakat다� Z بمعنى ان انا بجيب Jewel بتاعتي وبعدين ببدأ اوزع بشكل عشوائي مش قصدى بي اي حاجة تماما بين اتنين جروب جروب بسميه اي او اللي هجرب عليه الحاجة دي ومنتظر اي قد كم وجروب تاني اسمه ومن هنا لاخر المحاضرة الكنترول دي انا بس جايباها عشان اقارن انا بس جايباها عشان اثبت ان النتائج حصلت بسبب الدواء بتاعي بدليل ان الكنترول دي محصلش فيهم اي حاجة طيب وعشان كده الانضمائزة هي الجولد ستاندرد من ضمن الديسيرش استادي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بجيب اتنين جروب اللي هو زي ما قلنا الانترفينشن والكنترول وببدأ انا عايز اختبر دواء جديد طيب الكنترول بقى هتقارنيها بايه؟ لاما هكارن بدواء اوريديو استخدم او هكارن ببلاسيبو يعني ايه برضو؟ تعاليني نفترض مثال انا عايز اخترع دواء جديد بالسكر فانا الانترفينشن جروب هديها الدواء الجديد والمجموعة لنا بقارن عليها اما هديها الانسولين اللي هو ستاندرد يوز للسكر او هديها مثلا بلاسيبو البلاسيبو ده لنفس الظواهر الخارجية للنو تريتمند ولكن هو ملهوش اي افكتاع الجسم هو انرت وملهوش اي لازم بيقولك اي؟ بيقولك بيقولك ان انا استخدم الاحتمال الاولاني اللي هو الدواء اللي بيستخدم فيه اليوش والكير زي ما قلنا في احتمالنا اللي هو الانسول مثال انا عايز اعمل سا جروبه على طلب الطب بنهم عشان يشوف العلاقة بين يشرب قهوه والفاينال سكور اجزام فانا هعمل ايه؟ هجيب اتنين جروب هوزعهم الاول بشكل عشوائي تماما تماما ويجروب منهم هديله قهوه وجروب منهم مش هديله قهوه وبعدين هستنى معاهم للاخر واشوف مين الفاينال اجزام سكور بتاعه تكنعاني اختارت السامبل بتاعتي ووزعتها ووزعتها لطو جروب اديت نيو تريتمنت وبعدين اديت الستاندرد اول بلاسيبو واستنيت الاوتكم لو الاوتكم كانت ايجابية اكتر في التريتمنت ده فعلا هيثبت لي ان التريتمنت ده فعال اعادة تاني بوزع وبعدين بابداء ادي نيو تريتمنت معدو موجود فعلا او بلاسيبو او ما بديش حاجة خالص واهم حاجة ان احنا نعمل رانضميزيشن ويبلايند جنون هنشرحهم على طول محاضر اول سؤال هسأله في الانترفنشن هل في مجموعة بكارن بيها ولا لا هل هي كنترولد ولا لا بعد معرفت اللي هي كنترولد في انواع كتير من الكنترولد في حاجة اسمها بارل او كونكورنت يعني الاتنين ببدأ الدراسة في نفس الوقت وبتابعهم في نفس الوقت لحد ما وصل لأو تكمل في نفس الوقت دي اسمها بارل طيب البرل دي ممكن تتم الاختيار بشكل عشوائي وممكن الاختيار يتم بمعايير معينة يعني مسلا انا عايزة نجح الدراسة بتاعتي فجبت ناس مثلا في الدراسة احنا قلنا عليها بتاعت الكوفي والفاينل اسكور الاجزام انا قررت اجيب ناس اصلا قريج المجموعة بتاعهم عالي مثلا فانا مخترتش بشكل عشوائي لا انا اخترت بتحيوزات معينة طيب في نوع تاني اسمه سكوينشن بمعنى ايه بمعنى ان انا مش بدرسهم في نفس الوقت لأ انا بدرسهم بالتتابع او بالتسلسل مع بعض يعني مسلا انا جبت النيو تريتمنت وعملت التجربة على المجموعة وبعدين بعد فترة عملت الكنترول يبقى هم تموا من بعض لأ هم تموا بالتتابع هم تموا وورا بعض طيب في منها كروس اوفر ودا نشرحه بعد شوية وفي منها سلف كنترول يعني ايه هي هي المجموعة اللي خدت الى تريتمنت هي 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 اللي كانت كنترول مغيرتش ومجبتش مجموعة تانية هي المجموعة في وقت كانت في اول وقت او في اول مرحلة كانت لديتها النيو تريتمنت وفي المرحلة التانية قررت اخليها كنترول تمامي دي اسمه سلف كنترول والهستوريكات برضا هنتكلم عليها بعد شوية نقرأ صفحة دي بسرعة كده طيب عشان الدكتوري ما قلفيش عندها يعني اول حاجة لازم اختار فعلا الناس هيستفيدوا بالتجربة دي فناس معدل حدوث المرض عندهم معدل حدوث الاوت قام عندهم او معدل الاستفادة عندهم يكون عالي طيب ايه تاني الناس دول لازم اكون بنفعهم مش بضرهم تاني حاجة لازم اختار ناس ان هما فعلا هيلتزوا لازم هوني بختار اعمل حسابي في البيز لاين فاريبل او الكو فاكتور زي مثلا انا مختارة جروب الاج فيهم مش متساوي مثلا في منهم سموكر وفي منهم نانسموكر في منهم بالناس بينعبوا رياضة وفي ناس لأة وهكذا الكو فاكتور دي ممكن تأثر معايا في الاوتكم فبالتالي لازم اكون عملالها ميجر منت كويس ولازم عملالها توزيع بشكل كويس طيب عشان كده العنصر البعض يقولك وانت بتعملي لازم وانا بوزع الكو فاكتور دي هوزعها بشكل عشوائي منع توزيع البيشانت لأ مش فهم طيب اول حاجة مش كل بيشانت عنده كو فاكتور معين فانا هوزعهم كلهم بصورة عشوائية فبالتالي انا كده وزعت بشكل عشوائي البيشانت ووزعت بشكل عشوائي الكو فاكتور ده السمبل وهنتكلم عنه بعد شوائي اما الاسترفايد لأ انا عملت ايه يجدت ان الناس مجالية Bertels 20 سنة واحدة holeان Nr ヘ 50 سنة واحدة واللق ARM 60 سنة واحدة بدأت تختار عشوائي من كل مجموعٍ عمراء شابانا بالاسموكينگ بدأت اخذ اللقف من المسكرا على الإسترفايد انا قسمتهم قسمتهم كل QFactor ممكن يقصر لي على الـ outcome في مجموعة وبدأت اختار عشوائيين من المجموعة دي اما الـ block برضو هنتكلم عليه بعد شوية طيب بالنسبة للـ blinding فدي حاجة مهمة جدا تمام وهي هتحد الـ bio أو systemic error طيب بالنسبة للـ full up فلازم طبعا اهتم ان هما يحصل لهم adherence ولو حصل الـ loss في الـ full up لازم برضو اعمل الـ measurement ده بالنسبة للـ outكمل هائسة طبعا انا هكون مهتمة بالـ outكمل اللي بدور عليه بس لازم برضو اشوف مثال جبت مجموعة من الـ women تمام وعملت معهم intervention معين طبعا اول حاجة عملتها ايه randomized allocated ماشي خليت مجموعة study ومجموعة controlled اديت مجموعة الـ breast controlled biz وديت مجموعة تانية مادتهاش اي حاجة وعملت flow up عشان اشوف احتمالية حدوث breast cancer ده نفس المسايا طيب ممكن للوقت يجينا سوية ايه هو الفرق بين randomize control trial والكوهرت طب ما احنا الاثنين بناخد مجموعة وبنتابعهم وبنشوف الـ outكم طيب في الكوهرت احنا كنا descriptive يعني ايه انت كنت بتشوفي حاجة already موجودة يبقى في الكوهرت مفيش اي تدخل الـ item under study already exit تمام وطبعا احنا بنعمل ايه اه بنتابع طيب بالنسبة للـ randomize لا انا عملت تمام والقرار والقرار ان انا اعمل الـ او لا يعني ان اوزع الـ وي هو الـ control ده بيتم عن طريق الـ randomization تمام وطبعا بناخد الجروبين وبنتابع معاهم وليه كده ممكن الـ control ده يبقى شكله عامل ازاي control ده زي ما قلنا في اول محاضرة انه ممكن يكون جلد standard او reference standard او standard of care ازاي مثال السكر ما قلتلكم او ممكن يكون بلاسيبو مادة نفس المظاهر الخارجية ولكن هي ان ارتو ملهاش اي pharmacological activity حاجة اسمها الشام يعني ايه شام بقى تخيلوا معايا ان انا عايز اعمل randomized clinical trial بس لـ surgical procedure تمام تمام طيب هو انا ازاي هعمل حكاية الـ blindness يعني ازاي مش هخلي ال patient يعرفوا هم control ولا هم بياخدوا الـ new treatment او بتعملهم الـ procedure ازاي انا وعشان نحل المواضلة اللي احنا فيها دي احنا هنعمل حاجة اسمها شي احنا هنعمل مين ما الـ procedure يعني مثلا هنخضره العيان ومش هنعمل مع اي حاجة هنعمل له جرح صغير يعني هنوهم العيان ان هو تعمله الـ procedure ده الدكتور قال مثلا الناس اللي بتشيل الرحم فانا هعمل للناس العملية تمام هجربها على فران طبعا هو قال كده والناس هجيب فران تمام فران هعملهم العملية والفران التاني هفتح وهز الرحم بس تمام يبانا بحاول احاكي الـ procedure ولكن حق القدر انا معملتش اي حاجة طب انت عملت كده ليه؟ عشان فعلا يبدأ controlled group والناس حققت فيهم معدل blinds واثبت ان الـ effective اللي حصل التأثير او الاوتكم اللي انا حصلت عليه كان بس بسبب intervention بسبب اي حاجة تاني بدليل الناس controlled اللي انا معملتش معاهم اي حاجة مش خافوا يباشم تاني بتحلي بيه معضلة ايه؟ بحلي بيه معضلة ان انا صعب في الـ ان انا لقي اعمل blinds او صعب ان انا لقي control فبالتالي عشان اعمل control group في الـ بطل افتح بس ما اعملش اي حاجة تأثر تمام؟ minimum invasive مش هعمل اي حاجة فادي اسمها الشام يا رب تكون اتفهمت طيب قالت هنا مثلا من المسال على الـ gold standard لو انا هبدأ treatment فممكن يكون medication او surgical procedure عد diagnosis ممكن يكون راديولوجيا او انسكوب او هستوباصولوجيا الـ type of blinding مهمة جدا طيب تعالوا نقول الكلام الفوق يعني ايه blinding؟ يعني انا هخفي الفرق بين control و intervention group عن الشخص ده الشخص ده ممكن يكون patient ممكن يكون الدكتور وممكن يكون biostatic بمعنى ان انا هخفي المعلومات هخفي الفرق هو مين control و مين intervention عن مين؟ عن patient او عن physician او عن طب ده ليه؟ انا بعمل كده ليه؟ عشان ما يحصلش تحيوزات او ما يحصلش systemic error طيب تعالوا نعرف هو لو patient تعرف ان هو مثلا control هيقول طب ما انا كده كده مش لي لازم انا باخد حاجة مالهاش لازم اصلا ليه التزم بالعلاجة؟ فبالتالي ده هيصار معي باي او العكس هو patient عايز هيقول له خاطر هتاخد فلوس لو التجربة نجحت فبالتالي هو هيحاول ينجح التجربة وهيعمل رياضة او حاجة ازا كده هيعمل اي حاجة عشان ينجح التجربة فبالتالي ده برضه هيديني باي بالنسبة للفزيش الفزيش هم مثلا مكتنع ان الدواء ده مفيد جدا والدواء ده فعال جدا فبالتالي هيعمل فوله ابه ويهتم بمين اكتر؟ هيتمه طبعا بالناس اللي بياخدوا من new treatment فبالتالي ده هيديني باي لو البايوستاتيكس ممكن يعمل ايه؟ ممكن يهتم بتسجيل وتحليل ال data بتاعت الناس اللي هم ال intervention باعتبار دول اهم بالنسبة له تمام؟ فاحنا عشان نقلل البيض دي بنعمل حاجة اسمها blinding طيب مش دايما بيكون تطبيق blinding سهل زي ما احنا قلنا ليه؟ لان طبعا فيه جانب اخلاقي في الموضوع فيه جانب اخلاقي في الموضوع بلس اني ممكن يكون الدواء ده في severe side effect او الدواء ده مثلا انا عايز اختبر test فاكيد يعني الجربان هيحسوا بالفرق فالحالات اللي زي دي انا اصلا ممكن مطبقش البلين الجزئية دي مهمة؟ لو الدنيا كلها ام تلاقي اللي هي الله عارفة البيشانت عارف والفيشانت عارف وكل الناس عارفة بدي اسمها open label او no blinding السنجل blind ميلي مش عارف في الموضوع البيشانت بس هو اللي doesn't know الدبل بلاين ميلي مش عارف البيشانت مش عارف وكمان الفيزيشان مش عارف هو بياخد ايه اما التريبل بلايدن ولا البشانت عارف ولا الفيزيشان عارف ولا كمان البيوستاتيكت او السبونسر عارف يبقى الابن كل الناس عارفة السنجل البشانت بس هو اللي مش عارفة الدبل ولا الدكتور ولا البشانت عارفين نأخذ امثلة امثلة ايه قالك احنا عملنا دراسة فيها 100 شخص تمام؟ كل جروب دراسة فيها 100 شخص كل جروب اثنين جروب متسويين كل جروب فيهم 50 بيشا تمام؟ طيب قالك ايه؟ قالك كل البيشانت عارفين هم بياخدوا ايه؟ هم عارفين مين بياخدوا ال new treatment ومين بياخدوا ال standard واكيد الدكتور هو برضو عارف يقول اسمها ايه؟ اسمها open label كله عارف ولكن من نفس الدراسة ولكن قالك ان البيشانت مش عارفين هما بياخدوا ايه؟ قالك ان البيشانت مش عارفين هما بياخدوا ايه؟ ولا الدكتور عارف هم بياخدوا ايه يبدي اسمها ايه اسمها double blind تمام باذن الله تمام نرجع على الصفحات اللي في النص هاوراندميز ممكن نستخدم كوين ملك والاكتابة والملك يوبا ايه والاكتابة توبا بي مثلا ممكن ندي رقم معين في ظرف ونحط الازروف الفردية توبا ايه والازروف الزوجية توبا بي مثلا ممكن تتم بكمبيوتر السلايد دي بيقول ايه بيقولك ان الاندم اول حاجة ان انا بقسم الباشنط بشكل عشوائي على جروبات تمام ليه عشان خاطر ما يكونش فيه تحيو زيت ما يكونش اصدق احط مثلا الناس الاصحاء في ايه والناس المتنيلين في مسلا يعني تمام اه تاني حاجة اني اعمل زي ما قلنا اني زي ما وزع الباشنط بصورة انا كمان لازم اوزع الكو فاكتور اللي هتأثر معي في الاوتكم بصورة فبالتالي انا هضمن ان هم تقريبا عندهم نفس العوامل المتساوية فتقريبا النتائج اللي هحصل عليها نتائج يمكن تضيقها تمام لان قللت عدد الباية الاقل قدر ممكن يعني كلام بيقولك ان انت بقى تعملي مش لازم يكون الشخص هيشارك في التجربة لا يفضل يكون شخص مستقل تماما عن التجربة تمام وهيبدأ يعمل لهم تتبق معين وهي يبدأ الباشنط اللي هم مسلا مشتركين في التجربة يسجلوا اسماءهم مدتة بتاعتهم وهو يبدأ يتم بقى بصورة اما سيمبل تمام هيبدأ يعني يدرج اسماءهم ويتم تحددهم عن طريق اما سيمبل اما بالكمبيوتر او بالانفولمت او بالفون كودس وغيرها طيب السلايد دي الدكتور عداها بس انا بقراها معكم احتياط يعني طيب البلاسيبو ازاي بعمل بلاين مش احنا قلنا لنجروب الكنترول التاني بديله البلاسيبو البلاسيبو ده بيكون عامل ازاي؟ بيكون نفس الخصائص نفس الخصائص الخارجية يعني نفس الصيز نفس الملمس نفس الباكينج نفس كل حاجة ولكن ولكن هو انرد مادة مهاش اي لازم لو دخلت جسمي مش هتعمل اي حاجة تمام؟ قولت بوزع بشكل عشوائي بعمل مسلا تتابع معين التتابع ده ياخد البلاسيبو وتتابع التاني ياخد مسلا طيب اي تاني؟ اوه تعالوا بقى الفكرة اللي انا بوزع بطريقة عشوائية تماما اي حاجة المهمة بوزع بطريقة عشوائية بحيث ان كل واحد كل بيشنت يكون نثبته في الاختيار خمسين في المية ما فيش بيش بيشنت فيهم نثبته سفر وزي ما قلنا اللي يسبق يعني اللي يعمل التوزيع ده يكون شخص ملهوش اي علاقة بالتجربة ولا يمستدلها بصورة ولا من قريب ولا من بعيد عشان ما يتحيسش لأي حاجة طيب نقاط القوة هنا ايه؟ ان انا ما مكنش عارف ايلا هيحصل انا بوزع بصورة عشوية تماما لدرجة انا ما مكنش قادر اتوقع ايلا هيحصل ودي كويسة لو انا معي large trial ولكن ال weakness من كتر ما انا ما ببعش عارف ايلا هيحصل انا ما بكونش ظابط النمبر فبالتالي بيحصل unequal number بين فدي بنسبالي عشان نتغلب على ال weakness ده عملنا حاجة اسمها random allocation أو permutation بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا حددنا عدد مسبق العدد ده وقسمناه لتنين يعني مثلا احنا حددنا ان احنا هنسجل 40 بجان 40 بجان ويتوزعه بشكل عشوائي 40 20 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 21 20 20 21 21 21 23 27 25 27 المثالاتي قبل كده فاكرين ساعة ما قلنا في الكنترول دي في منها انواع اول نوع اللي هو ايه ان الكنترول وي انترفنشل يمشوا برر لبعض يمشوا مع نفس الخط هيبدأوا مع بعض وهينتهوا مع بعض تمام طيب فده الموز تكمل باي في حاجة اني بقى بتحصل الكروس اوفر يعني ايه الكروس اوفر قرل انا لانو Geschichte بعد فترة استريحه باعدين اس wished ايه تعالوا نقرأ السن Two سيتعرضوا للكتين بمعنى ان انا عندي patient x و patient y patient x هيخدt treatment a patient y هاخدt treatment b بعد فترة يحتوي على وشاوت وبعدين patient x هيخد el b patient y هياخد EL نفس الصورة دي. انا هبدل بعد فترة هبدل بين الكنترول وبدل بين الاكسبرمنتل او الانترفينشن. تمام? واضح الصورة. طيب. في نوع تاني اسمه فكتوريال ديزاين. اللي هو ايه? انا عايز اجرب كزا دوا مع بعض. انا مش عايز اكتفي بدوا واحد. قالك ان انت هتقسميهم لاربع مجموعين. المجموعة الاولى هتاخد الدوا الاولاني والمجموعة التانية هتاخد الدوا التاني والمجموعة التالتة هتاخد مع بعض عشان تشوفي الانتر اكشن بينهم ايه? والمجموعة اخيرة ما هتاخدش اي حاجة. تمام? عشان انا محتاج اشوف ايه الانتر اكشن اللي بيحصل بين الدوايين دون. بالتاني مجموعة اخدت ايه? مجموعة اخدت بي. مجموعة اخدت ايه بي. ومجموعة ما اخدش اي حاجة. وده هيسمح لي كمان ان انا ندرس الايفكت بتاع ايه? والايفكت بتاع بي. طيب ايه الكلاستر دي? فاكرين ساعة ما قلنا ان انا بيكون عندي كو فاكتور بتأثر. طيب انا بقى عايز ادرس حاجة كبيرة كو فاكتور كبير. يعني مسلا عايز ادرس تأثير المياه اللي فيها فلوريد على جمهورية مصر. مسلا. فانا بالتاني محتاج اخد شوية من كل محافظة. محتاج اخد مجموعة من كل محافظة. محتاج اخد كلاستر. تمام? طيب انا بتعامل مع ايه? بتعامل مع جروب او كلاستر. بعد ما تشوف الكلاستر دول ترجعي. تاخدي. عينا عشوائية من كل كلاستر. يعني مسلا انا جبت مجموعة من المحافظة الكاهرة ومجموعة من الجيزة ومجموعة من اسوان. تمام? وبشكل عشوائي بدأت اختار شوية من مجموعة وشوية من مجموعة الجيزة وشوية من مجموعة أسواق حلو حلو طيب انت بتعملي كده ليه عشان اشوف فاكتور بيأثر عليهم كله اللي هو الفلورايد فرووتر وده طبعا هاي السامبل سايلز هتكون أكبر والموضوع هيكون مور كومبلكس وده شكل الصورة طيب يعني ايه اصلا اكسترنر او هستوريكي الكنترول تعالوا نقول مسائل مثلا انا عايز ادرس تأثير الدواء بتاع الهباطية السي فيروس حلو دلوقتي زمين في مصر كان الهباطية السي فيروس بيتعالج بايه بالانترفيرون مثلا حقنة انترفيرون لمدة غالبا 48 اسبوع حقنة كل اسبوع وبعدين كل 3 شهور بعمل بي سي ار وكل 6 شهور بعمل بي سي ار عشان يشوف اللي حصل حلو حلو ولكن حاليا في مصر اللي طلع ان انا بدي اوري تريتمنت بيروح يجيب العلاق كده تمام وياخدو نفس الفكرة الوردو بعمل بي سي ار كل 3 شهور وبي سي ار كل 6 شهور فين المشكلة انا عايز اشوف مين احسن طيب دلوقتي مفيش انترفيرون في مصر هتعملي ايه؟ هقارن السجلات اللي كانت طلعة للانترفيرون بالسجلات اللي انا شغالة بيها حالين يبقى ان اللي حصل؟ اللي حصل اللي الكنترول بتاعي كان حاجة قديمة تمام؟ استخدمت الرزول بتاع اذر انفستيجيشن زي حالتنا استخدمنا الانترفيرون بس هنا انا استخدمت بريفيس ريزول كنا عاملينها قبل كده مثلا مثال تاني في عملية بتتعامل بطريقة معينة في مصر حلو؟ وبتتعامل بطريقة تانية بره انا عايز اقارن مين احسن فبالتالي انا هستعين بالقاظر انفستيجيشن اللي هي العملية وطريقة عملها بره ونتائجها والنتيجة بتعامل عندي هنا العملية في مصر تمام؟ باذن الله تمام طيب مراحل الكنترول اول مرحلة احنا عارفين احنا هنجربها على البنانين بس قبل ما نجربها على البنانين لازم الاول تثبت فعاليتها في لابوراتوري سطادي على انيمال مثلا او في المعم حلو بعد كده بعد ما نختبر فعاليتها على لابوراتوري تمام؟ بتديني المعلومات عن الدوز والتوكسيستيليفن اول دراسة هدرسها على البنانين في فيز وون اختبر السيفتي تمام؟ هبدأ اشوف الانتر اكت مع الهيومن باضي هيعمل ايه؟ في فيز تو هبدأ اشوف السيفتي بس زودي عليها الدوزن هبدأ اشوف السايد افكت اشوف الدوز اللي هتديني افضل نتيجة واشوف الافكتفنس فيز ري هبدأ اشوف السيفتي وكمان الافكتفنس هاكد اللي هو سايف وكمان افكتفن بعد ما اعمل تلاتة فيز دول هروح للاف دي ايه واوديح النتائج بتاعتي ولو خدت ابروفل والدواء اتعرض في الماركتنج هبدأ اعمل فيز فور اللي هي البوست ماركتنج اللي هي بتعمل فيها ايه؟ مش يمكن يكون فيه لونج تيرم سايد افكت بتستم مش يمكن يكون فيه رير مش ممكن تكون افكتة على تشايلد او بريجنت محتاجة دراسة اكتر تمام؟ ايه ما زي الموضوع ده؟ لو انا فعلا طبقتها زي ما كتاب بيقول عملت رانضميزيشن عملت بلايننين فانا كده هعمل مينيمال للبايا وكمان ما ننساش ان انا كنت بعمل رانضميزيشن لايه؟ للكو فاكتور كمان فانا عملت بالانسد بينها تمام؟ فبالتالي فبالتالي فعلا هاوصل نتائج فالد هعرف بجد اختبر الافكتف والافكينسي بتاع الدواء ده و احسن دراسة تثبت الكوزاليتي تثبت العلاقة بين السبب والنتيجة اللي هتطلعلي ان انا نجرب بأيديه ان انا اعمل رانضميز كلينيكال ترايب تمام؟ وكمان اكيد هي الاسترونجر اكتر من الاوبزيرفين هنستطيع عيوبها ايه؟ في ناس كتير ممكن يحصل لهم مس فبالتالي لوس توفوله قب لاني حاجة فعلا مكلفة وهتحتاج وقت ثالث حاجة فيه مع حاجات اخلاقية كتير جدا ثالث حاجة ان هي محتاجة لارج سامبل طيب ده مثال على الرانضميزي كلينيكال ترايل السيستماتيك روفيو بقى بنعمل ايه؟ باجيب كزا دراسة يعني مثلا مع عشرة دراسات كوهارت عشرين كروس سيكشن خمسة كلينيكال ترايل وببدأ اشوف ايه الخلوصة بتاعته ايه النتيجة اللي كلهم طلعوا لي بيها تمام؟ فدي اسمها هو هي بتبدأ تجمع بتبدأ تعمل نقض يعني زي ما تقولي كده فلترة لكل دراسات اللي تطلع تطلع عليك منها نتيجة تمام؟ ده السيستماتيك روفيو مثلا مثال هنا على السيستماتيك روفيو قالك مثلا احنا عملنا عشرة كوهارت وعملنا دراسة نستد كيس كونترول وعملنا اتنين كيس كونترول تمام؟ المهم يعني المهم ان انا طلعت النتيجة ان انا لقيت سبعة كوهارت بوزل في اسوشيشن تمام؟ ولقيت كمان في اتنين نوع اسوشيشن و واحد انفيرس اسوشيشن الملخص ان هي بتجمع كزة دراسة وتشوف الخلاصة بتاعته تمام؟ طيب؟ اما الميتا اناليسيس هي بتجمع دراسات برضو بس مش بتشوف الملخص بقا هي بتطلع باحصائية جديدة عشان كده سميناها متا اناليسيسية تمام؟ هي بتنقض بتعمل كم وليس كيف الجودة والخلاصة بتعملها مين؟ السيستماتيك ريفيو الهرم ده احنا عارفينه على القمة بتيجي السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس اللي هما ايه؟ اللي هما ساكندر استاضي وبعدين راندوميز هي احسن الاستاضيس وبعدين الكوهارت وبعدين كيس كنترول وبعدين كيس سيريس وكيس ريبورت والاكس سيبرت ابنيو والاني مالي السيريسي اشري احنا ما ناخدهاش بعين الاعتبار على حسب البروبلم اللي عندي وعلي حسب نعم الدراسي اللي هفضل استخدامني او احتمي بيها يعني مسلا jo if i was analysis احسن واحدة مين؟ cross section وold instance distinct حسن واحدة بعيدة يالysis حسن من الكيس كنترول. الافكتف بتاع تريت معين والبريفينتف فاق الراندوميزي كلينيكال ترايل وبعديها الكوهرت وبعديها الكيس كنترول. كده سبحانك الله وبحمدك. استغفرك يا رب يأتوب إليك. أشهد أني ليلة انت.